موسيقى السلام عليكم احبائي اللي كان حماق و كلمتاليكم توحشوني ولا تهنيتون مني انا بعد توحشكم بزاف 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 ايوه ما تنساوش تشاركوا في المسابقة معلكم الا تابعونا اشتركوا في القناة و قصة شهر زاد و سبارتاجي القناة مع اكبر عدد ممكن و تجعلوا لي كومنترزوين في حالكم و هذا سوف نتوقعوا على الله و نبدأ في قصة اليوم لا تريد الخدار تريد الاخواني تحية خاصة للكاتبة تيلها بصوت شهر زاد كانت من القصة تعجبكم فرجة ممتعة الله يا ممت الله و ماذا أتوقع عندي حتى انا أريد أن تكون اللحية متراسية و عبنتي يكونوا و كحل و طويل و دياني و شهرهم سب فحلي فحلي بنات كاملين و انت يا بغيري يا خدار خانت غير براحة الخموجية الخضراء و بنيتي الله يهديك و هذا الخدار هو الذي يقبل عليك و عقل عليها اياك يا ماما اياك والله لا تزوج شبه سأنا اتهب من الدار بلها و في الساعة بكنا معي من الدار و تقولي ابنتي تسكانك و هو و لكنه وكماそحتي فالترتي و لم تحبوا مائمك و اقول لي والله ماذا ألينا سامنτού قلت له اها تع Buddh كنا ا 용اناوا و انا خرجاء أعود sage و الوجو بجمع الدار و نرى انتبين قالها صافيه غسيري سوف تأتي و أنا سنجد č漫union ضحكت و قتلية إذا وصلت يا ابنتي الودنيك سأعطيها يلا انا اذهبت انا اذهبت امي امتي و خلتني مفقوص سمحوا لي ابنتي لا أعرفكم على رأسي معكم سكينة زياني كالبس طويل وكندي الفولار عوينتي كوحل وفم بسغور نويف عندي من قهد و كرح حماق على شيئ اسمته الرجل الإخواني انا بغيت رجلي كور إخواني و لكن لا يمكنني الناقب الله يهدينا و صافي انا بغيت احتعان رجلي ينوضني الفجر نتوضى و بجوش و نصلي موراه و نقلصوا و نقرأوا قليل القرآن نمشي انا وياه الكعبة و نزور مقام النبي نتعاونوا على ديننا و لا ننسوا على دنيتنا انا اياه بغيتوا اخواني بالحق بغيتوا قليل قليل نخرج انا وياه السناك نمشيوا للبحر ما شهدكم يا أخواتاتي في شي تزوي جفحة هذه قلبي صغير لا يتحمل او حلموا انتم ماشفية و انا ماشي نشمع الدار باش نهرب والله ما نزوج بالخط دار دازت نص ساعة جمعت الدار كاملة و اغسلت الماعن و قلصت كان فكر في شي طريقة باش نهرب اذا هربت ماما و بابا سيضربوا عليهم من الحالة المدنية و لكن اخواتكم لا تخافوش عليها سنضلهم واحد الحيلة حيلة باش ما يبزوش عليها نزوج بالخط دار اجبت ورقة و كتبت فيها هذا اخر حل عندي باش من نزوج بالخط دار انا ماشيت هربت الهولندا لستقل الورقة في طلاجة و ماشيت او دازت ساعتين حتى كان جوت ماما كيف دخلت بداتك تغوت و كتقول سوكينا و سوكينا فينك و كيف ماشيت ثاني لا تكون هذه الجنية لقد اخرجت دار و لكن غيب لاتي اذا بقيت فيك بقيت فيها او دخلت مسكينة باش تشرب يلا حلت اللاجة و هي تشوف الورقة بدتك تقرأ و هي مصدومة بدتك تغوث و تقول اه يا ناري و اشتركتها بالصح و انا كنت تحب لي غيب لاتي كيف ماشيت الهولندا كيف ماشيت و هي مصدومة و تنسى عن كزينة و هي مخلوعة اجزت تليفون و عيتت البابا و قالت له واه بل طافينك و انت جري جري البنت حرقت لهولندا كيف ماشي كيف ماشي كيف تقول هذه المرهة و قلت له كيف لم اسمعتي و بدت مسكينة كتبك و شكينا و متخلعه و ظهلا و موصل و لقد ازكت لي القلب و دخل و لقى موامتي قلصة في الارض و كانت منطفحها كنت تقول الله يا ربي الله و فين كان مخبّل لي هذا المكتب الله يا أمي أمتي و أجداني الله يا بنيت الله و فين مشيت و خليتي أمي أمتك بوحدها أنا كنت كنت أسمع هذا الكلم و قلت إيه هذه هي قبيلة قدت لك سيري غادي ينتهنى منك الله يا مام الله و ما حالك تبغيني بابا قلت حداها و قلت له يا أحد المرأة فين هي بنتك قال الله يا أخي الله و كنت تسوّلني كنت عرفتها فين كاينة كنت أجبتها عندي و عن نقطة و يقولوني الخدار يقلب معنا كنت تقول يا عبدالطيف و ما هذا الخدار سيأتي من هولندا و أصلا هو سببها بشهر بات و ما أقول لها الله على بنتي الله غير رجعي والله ما نزوجك بالخدار و نزوجك بالراجل الذي تخساره انت كيف سمعت هذه الجملة و قلت لهم دعبهم مزيان ما قلتوا عيب أنا سنقلب على الرجل ببوحدي دعوني نعوم بحري و أصلا فيه و أصلا فيه و قال لي ما قلت لهم ما قلت لهم من هولندا قلت له أن يسمح لي الوالد و رأيهم جروا عليها قالوا لي أمي يدخلوني حتى يكون مزوجة قلت لي أمي ما قلت لهم يا بنتي بالخدار و سيري و قلت لهم ما قلت لهم سنزوج بالخدار و هم يقولوا لي هذاك راجل كبير ليس بنادم غير كيف يبلكم أنتم بنادم قلت لي أبي لي ما قلت لك أنت لا ترى قلت لهم و قلت لهم و قلت لي قلت لهم كبك الحج يجب أن تقلبي على رجلك بوحدك و يكون إخواني قال لي يا ابا سمعني يا ابنتي لا شيء مشكل الخدار دير معه مهنسي معنا إذا أرقيت شيئا في هذا الوقت مرحبا لا أرقيت سوف تزوجي بالخدار نقذت أمي و قالت و أنت كل من سيقبل لك هذه المصيبة الصقعة لا أرغل الخدار لا أرغل الخدار و أرغل الموافقة ما قلت لهم سيري سيري حقراني أنا أجلب سيد سيد الخدار والله إذا وجدتك لم يكن أقبل عليها لا أرغل الخدار و سأجدهم أخرى و سأجدهم الأحياء يكون زوين و غزال و يبغيني و نبغيه و نضع الملدات و نضع يديه في الديه و نمشون للجامعة و نصلوا إلى الجوش قال لي لماذا كنت أدبع ابنتي لحصرة و الدن و سيري اللي بسجلة بتكضغية و قلبي لك على أبو الأحياء و قلت لها أمي لا أريد أن أتحرك من أحدها و أقول لي لماذا لم أدلت القرصة فعلته تركها حتى أغوّط و صفاريت و اخضاريت و قلت له أمي ما قلت له قلت لجمع لقد علميت مينة و قلت له أخص والآخر و قلت له قلت له قلت له يا ابني لديك هذه السمانة يدلقى يا رجل يحب خاطرك لن هذا أنت تفادي قلت له أخصة و انا موافقة و هذه الساعة كنت نجري البجل اللابت في فوني ديها و الزيت سويكي و الزربية و اضعت البلغة في رجلية و اخرجت كنت نجري من الدار و وصلت للجامعة و الكاتون بلوسلة و وصلت معهم من بعد جميع ذريبيتي و وقفت قدام الباب الرجال و بدأت ندور في عواناتي و كذا لي اشي باقاس عنده اللحية و السن دياله في الثلاثينات كان قصده نيشان و اقول له السلام عليكم اخي اريد ان نسولك يقول لي ايه مرحبا اختي و اقول له ايه كنت تعرف عبداللاطف جيدا ابي اراني كنت سنه ما اعرف ايه اخرج او الله قال لي ايه الاختي ما اعرفتوش اقول له جزاك الله خيرا اخي الله يخبرلك ولداتك هذه هي المنهجية باش نعرفه السيد مزوج والد او الله اذا قال لي ايه امين اختي جزاك الله خيرا اعرف انه طيارات وشيوحدة فقط قبل مني و اقلب السيد سعود و نرى واحد اخر بقيت هاكا احتفقدت الامر و قلت يمكن هذه الحياة كاملة نزوجه و انا مغنزوجه قبل خدار بقيت واقفة حتى مليت و كنت غادا و يبقى لي واحد خارج من الجامعة بقوص ديال بالصح و اللحية عندهم تراسية لا بجلبة بيضاء مخطة بالحمر و ايه اصحاد و ايه اوه اخي السلام عليكم ممكن نسولك اخي مرحبا اخي مرحبا اخي مرحبا اخي مرفو عبدالله قلت له uada euara جزاك الله خيرا بل يخبرك لأوليد prophetic قلت لي هانية ولاكن لا له لاي응 قلت لها انت voy ويمرسي ما فر mulher سنتحق و Keith قال contributions قلت لك كم منزله دعم أسلام عليك قلت لي شكرا والأه عندما كان لديك اخر واحد من الجامعة هذه النهار سأقوم بالنسب و أقول الله أعلم كتابي الله السيد الذي أعجبني و قلت لم يكن لديه أولاد قال لك مخطوب سير أريدك العكس أنت وإياها حتى فرحت و قلت ميموني تقعد و القلوب بدأ يخرج لي من عينيه وخرج لي جنة واحدة لكي نطر عنويةك للجنة و أنت تقطع لي كل شيء أريدك البرس أما هذه العقربة الخطيبتك أريدها شتيحة في الزنقة و الناس الذين يضحكوا عليها أبقى تغادية قليلا و تهزيتين السماء و تتخبط الأرض و قلت أن يرى و يضحك أبقى أن أرىهم و جاءتني البكية و قلت له يا ربي الله أنا دعت في خطيبتك و لم دعت فراسي حقوا لهم كي يقولوا دعوة الشر قدر حتتي وترجع الملاهة الله يا ربي الله ناري رجلي دراتني محسس براسي ستوقف عليها هذا البوغوز أو ثاني و قل لي أريدك نوضي هزيت عيني و قلت له هذا أنت ثاني و كنت تتابعني و كيف قل لي رح أنت لي كنت تتابعاني أنا هذه هي طريقي و أنت ركزك في الزنقة أخرى قلت له أنت كنت تتابعاني و هذاك سوقي زايدون أنا سأعمل من هنا كي نمشي للسوق و نرى رجلي الخدار قل لي على أنت مزوجة قلت له شد شد موضني و أنا نعود لك قلت له يا أخي 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 و قلت له أنا أتنسى معك قلت له أخي و قلت له أخي سيدي بعد أن أقبل من كل شيء ما هو اسمتك قل لي على اسمتي محسين و أنت يا قلت له سوكينا قلت له سمعني أنا أريد أن أتنسى قلبي و نعود له كل شيء ما هو بالك نمشي لشي قهوة تخلص عليها غيكة فكرة بعشرة دراهم و أنا نعود لك كل شيء يلا بدك يضحك و قل لي وراء أنت لخصك سعر دائلية قلت له و ماذا معنا بنت لك هزم عيشي ساك ولا شي بستان قل لي لا ما هزش معك و هذاك ما هو قلت له قل لي من الأخر و ماذا أخي هل تسمعوا أم لا قال لي يا الله يزدي قدامي قل لي لماذا تجد هاد سلايا و هاد ساك نقض حويجاتي و نقض فلاري و نسكسك على الحالة لربما نلقى هذا ما الذي نقلب في القهوة قل لي آرهي آرهي ايوهزهم و أنا بديت نقض فلاري و كنت سيب في جلابتي شفت فيه و قلت له نار يسقع تشوفك خاطبتك معايا تنتفني وتنتفك و أنا أخويا لماذا تنتفك بدأك يضحك و قل لي يا فئينا يا هاد خاطبتي اراني يلا يسمع اباها السمانة سنذهب و نخطبها قلت له مزيانة سيدي اللهم يسر بقينا قاعدين نحساب لنا واحد القهوة و يقول لي اجينا ندخلون هنا قلت له اخوة على بركة الله ايوه مشينا و قلصنا محسين هو عياد لهذا السربي و هو يقول لي لا يخليك واحد كافي كرام واحد نص نص شفت فيه و قلت اه حالة السربي لا حلوة ولا مع القهوة مهم نعود لك دابا قل لي يا واخا للا ها انا كنت سمعك قلت له اول حاجة ما تفهمني شعفك غالط انا ريني قل سمعك دابا ما شاهدت انا بنت زنقال لا قل سمعك حانت بغد نخوي قلبي و ملقيت على من نخويه انا بنت دارنا كان لبس طويل و شعري ما كيشفو حتشي واحد قل لي اما بعد قلت لقوة هذا ابي يريد زوجني بخدار كي يبيع الخضراء و انا أريد راجل اخواني هذا هو حلمي و هذا بابا أعطني فرصة سمانة ينجب لي الراجل الاخواني اللي بغيت والذي زوجني الخدار و انا الاخواني اللي نشوفه كالقام زوج مالي لها هذا الزر المعوج مالي يا عجيب هذا لماذا تريد راجل اخواني قلت له انا بغيته اخواني بغيته اخطأت يريني و يرجع لي للطريق ليس بحل شي واحد عادي حتى الدعاء دي الزوج لا يعرفوش احلى ابنا دم الجلد ما بقى قاح كي تصوق للسلة للدينه اعطيها غلط الدوران و الماكلة لا يقرأ قرآن لا يمشي للجامع قال لي و انتي كتصلي و كتقرأ القرآن ما ديسك انضحك اكتب شنتايا بنتي لي حبيل وهذه اللي ستزوج بك رغي ستصيد فيك اعلان قبيلة مني كنت خارجة ليس بجامع ماذا كنت ندير فيزع و نزيدك سأحفظ خمس و عشر نحزب و ما زالك نحفظ قال لي يا الله يلا تبارك الله عليك قلت له هذا سأخذك انا اخويت قلبه و اخويت الكاس يالا الدوز بخير يالله يالله هنمشي لعشتنا سألني مادرت فيها ما يصلاح خرجه مع راجل و شربه مع قهوة بدأك يضحك و قال لي لا تخافيش ما غير تحسبش لك قتم حيث نيتك صالحة و الأعمال و بالنيات شكرا لك يالله بسلام عليك اخرج من ثمه و كان شوف الفرق ما بين هذا الدر اللي كنت قال سامحه و ما بين الخضار و كان قول مامتي ما بغيتش الخضار ترخ كامل و انا كندهع له و كان قول يا ربي ما تجي السمانح يموت ولا يوقع عليه شي حاجة الخضار مسكين سوف يدخل من الدعاوة يريد لها دكسي معنا و كانت سكينة تجري و كانت عطار في جليلها حتى أطلت على دارهم و خلت محسين في القهوة يضحك على أهبالها و يقول لا تخافيش قريب تفرحي الهبيلة و كيف وصلت للدار لقيت ماماها و طالع لي هذا الدم بالصح كيف شابتها بدأت تغوط و قلت لي جيت خرجت صلي العاصر صدقتي مصلي العشان ماما لم يكن تغوطي و قلت تغوطي و قلت تغوطي و قلت سكينة للدروس قلت لي يالله مسخك دخلي دخلي نقص ابا من البيت و قلت لي اما درع ابنتي لقيت الاخواني اللي باغا قلت له ما زال ابا ما بغيتش نزرب رح ما زال الوقت عجي ابا هذا الخدار ماذا يصلي قلت لي ماذا يصلي و ديمة في الجامعة والاناقة و الدرافة قلت ايه ما حق له اليوم قلت لي ماذا قلت يا ابنتي قلت له ما قلت له يبا هذا الخدار ماذا لدينا او لا قلت لي لا ابنتي في الحومة اخرى رح شافك خرجه من الجامعة و دي سيمنت موجه كالهالية الرجل مزيان و ما فيه ما يتعب و اولد الناس قلت له اه مزيان و انا بغاه اخواني يا ابي قلت لي والله يسهر لك ابنتي شغان قللك ماما قلت لي يسهر يا ابنتي حدي جلابتك و سخني هذك الطواجين و ارى هين ناكله اوه هذك الشي اللي قلت تعشينا و من مورها كنت خلت لبيتي و بدأت تفكر في محسين و ما انكدبش لكم عجبني بزاف و قلت احا قلبي كون ما كانش ناوي يخطب كون درت به انا مشي الخطبه سعدات هذي اللي يتاخده هذي اللي يتاخده هذي اللي يتاخده اكيد و كنت تخيل حياتها كيف ستكون احتصر فقط رأسي و قلت انه تتقادي و بركة من الحلام و انا عزت حين تلغدله خاصة نمشي الحقيقة دي السلواء نفكر بعد عشانه سيلبس كيبالي والله اعلم سيلبس قفتاني الكحل اللي مخيط بالصم و سنضر الصندالة عالية و ساكس صغور و لا نستخدم الماكياج بزاف نستطيع اي لينر و حمار غير بزاف كيبالي و كنت تتخيل كيف ستأتي حسن كنت نحست فقط في الصباح فترت و دوشت لبسك فتاني و قديت الحالة كيف محلمت بها ممشي زعد ماما نيشان و قلت لها طلعي طلعي فلوس والزرورة قلت لها مال فلوس و قلت لها و قلت لها يا امي و ماذا الناس اعطلوا الكادوات والزرورة و انا نسلم عليها بدي خاوية و نرجع في حالي قلت لها و هاكي على الميتين درهم و لكن فشي جبك رضيها لي و لن انت فمك كا امي و تي ماكي قديمة و انا كاملة قد ينطيف قلت لي يا ابني انت دي الهرورة والزرورة والصيوف ما بقيتش قديفك اليد تحياتي من هذا المنبر الأمهات دوننا اللي لا يخطيكم علينا بديتك انتحك و كل طيارتين يا مامتي انا ماشي العقيقة ما ربما لا تجد شيء منشط مع اخواني نزوج به قلت لي يا سيري يا ابني قبل ان تجد عقلك بعدها واحدة رأسك والله يبعد عليك اولاد الحرام باستراسها والزج ليلي والدردوس مع الدروش نيشا القاعة سلوى رجلها كان ميسور الحال كانوا تجدون قاعة متنقلة واحدة الرجال والخرى العيالات كانوا جايبين منشدين الرجال ماذا سنقول لكم الجلال واللحية متراسية هذا ما يجبني بالضبط هم كانوا يغنيهم و كانوا يغنيهم و كانوا يغنيهم كبير الحيالات اه لماذا فرقونة لماذا كنت سبقا ندبر على شعريس الغفلة منهم الله يا سلوى والله و نشوفك ناكلك لم تأتي بين نكملها حتى و خفت علي يا سلوى و قلت لي اهلا سوكينا مرحبا بك لا ترحبك الجنة أختي مبروك عليك ماذا ستسمي الخنفوس بعدها قلت لي سميناها للا يا عقوب و قلت لي تربف عزكم يا ربي قلت لي امين حسنتي الله يرزقك الدرية الصالحة و قلت لي امين يا حبيبة و أخا كنت ناوي نقلب على أباهم من هنا الساعة اصدمت وجدتكم فرقين رجال على نسا ملكم أختي ملكم بدأت كنت تحك و قلت لي ضحكتني يا صاحبتي أرى الرجل الذي يريد هذا قلت لي ماذا عليكم انا محلقة على الحالة و مقادة و في الأخير لم يشوفني أحد جرتني ضغية و قلت لي يا الله يالله يدخلي معي انا ضغية ضغية ندخل يا عقوب لباه و امتيت منظري شوية مع راساتك و نخرجه قلت لي هوا اخا يلي ما تتعاودش و اخا يختم ديغة ليلة يالا زيدي قدامي ايوه مشينا هزت يا عقوب و دخلنا للقاعة يا الرجال يا حليلي بدت ندور في عينيه احتجت عينيه في عيني موحسين اوه ليه كيف يريد هنا و هو كان مخرج فيها عينه و كارز على سنانه قانت ماذا كان في الفن و هو سواس meats و صت مجموعة الانشاة و لعبة الجلابه في الزرق و western و لونها ما يمت و ماذا غزال ايوه مشيس انا و سلواء عند رجلالي كان في وسط الرجال و عيون الذين كانوا على الأخير و عيون الرجال كلهم كانوا علينا صراحة ما اعجبني الشيح يشرون طريق قدرت الفتنة يا سادة واحدة السلواء كانت دائرة النقاب و لم يكن فيها أي شيء حشمت بزاف و اندمت بلا قياس وصلنا إلى عقوب الأب وخرجنا في الزربة قدرت ضغية لكي نضرب على محسين الساعة لم أردت ايه كيف خرجنا من تماما و نقول لها أخي يا سلواء أنا اجدخلتني معك قرحت هذا الموقف ما سنقول لك سكينة؟ انتني بغا تدخلي أنا مالي المهمة الزين نجدك و نرى الضياف مرحبا بك صاحبتي و قدرت أحبك الجنة حبوبتي ايه ما جيت فين كمال هضرتي معها حسست بشي واحد جرني من يديها و لسقني مع الحيط هزيت عينيها؟ و رأيته لأخواني محسين قال لي يا سكينة؟ قلت له اشدر الثاني و أحيدي أدك بعدها؟ قال لي لم يحييتش دائرة دخل وسط الرباها من الرجال و قلت له قلت له حياتي هذيك و انت مالك دخلك اصلا دخلت مع صاحبتي قرى عادي قال ليه ما سكينة الخلوقة التي لم تهضر مع الرجال والتي أريد تزوج بالأخواني و قلت له اي شيء تقولها علي أنني ليس خلوقة لا نسمح لك و قلت له اعرف ترعسي فأنا دخلت و قلت له ذلك و قلت له الفتنة و لكن ماذا سنفعل؟ سيدي ربي يخلقني هكا قلت ترعسي قبل أن تلومني انتايا و الزيادة على ذلك لا نسمح لشيء غريب يهضر معي هكا و اتوافع ذلك و انتهت بالجهد و قلت له لماذا أنت و قلت له ما زلت به لايسته؟ أقرب من رجالي و قلت له و لم يكنت به أحده لم أقصد و لم يكن تغيره الان سيجيب و ستعرف كما أنه قلت لابد من رجال و لم تكن отправى وقلت له لم تكن دموع و اخبرت دوائن و دخلت السلطة بيتي ساعة لم أحصلتني قلت لي وقلت لي ماذا قد رجعتني؟ على الزعمة؟ قلت لها لا أعجبني الحال سأكون نغني نساء الكبار و لم يكن لبناء تقدي قلت لها مليت وأنا نجي قلت لي وابنتي مني نجيتي جتي لك أنت يبقى حليوات نخزنهم قلت لها أخي أمي لم يكن ميت دار وكان أشعر بالمال واحد تسقف ثاني وشمرت على دراعي وبدأت كنت لك وقلت لي يا رب تكون هذه الحلوة أخطبت بشي إخواني ليس بالخدار ووجدنا سابلة والفقاش وغريبة وكعب غزال دخل أبي وقانا كان طيبه في الحلوة ضحكته؟ كانت وصلحت الودنيه قال لماما زغرتي زغرتي الخدار غدا جاي بشي يخطب بنتك ثلاث عمية؟ ماذا تقول لأبي؟ قلت لي يا سيمانا؟ لا تخافي بنتي أأتي وإذا لم أعجبك لا تزوجي به والله لا تززع لك أخذي هذا الشيء الذي أريد أن تنتيها رأيت حسائز وقلت له سافي إذا كان هذا ليس مشكلة المهم سوف نرى هذا الخدار وإذا لم أعجبني فأنتم فأنتم ماما هذه الساعة كانت توجد وقلت لبابا يجب له هذا الشيء الذي يناقص بابا خرج ومشي سعد ماما وقلت لها ماما طبعا أنا سخيت بكم تعتوني الخدار قلت لي لا يا ابنتي أنا لم أكره كنتم بقيت معنا طول حياتنا ولكن رأى عارفة وقلت لها وقلت لها وقلت لها عندما أعجبني نستطيع أن نزوج به قلت لي يا ابنتي لم نحن نزوج لك شيء قلت لي رأى ابنتي نحن رأى والديك ونضغط لك وكل شيء يرجع لك ابنتي قلت لها المهمة ماما أنا سأخرج لبيتي ولم أريد أن نعيشها برامة تعيطة عليها جمعت الحلوة ورتفتها وقلت لبيتي وقلت وقتكت على مخدي وقلت أن نغمض بعوناتي ونتفكرت صرفيقة التي أعطتني محسين وهضرت وهي قلت بصمة في قلبي وقررت لبس الخمار لأن البنت قدرت فينا في الرجال غير مجرد لكي يرى حفظها ونحن فينا وقلت درس كبير تعلمت اليوم الحجاب فريضة وقلت الابنت تلتزم به وقلت هذا القرار ولنحفظت عشرات الآيات لن نحفظهم كل نهار ونحفظت متأملة في الصباح جديد و احداث رائعة واحدت في الصباح و افطرت و جمعت الدار انا و ماما دخلنا الكوزينة هي وجدت الحم و تعاونت انها في البسطيلة ساوبنا شلادة و ما هي الا ساعتين كملنا كل شيء شفت ما موقت لها اوف و اخيرا انا طلعا ادوش من الريحات قلت لي اهواخها سيري ادوشت و ادهنت لحمي و لبس فراشة واسعة في الزرق ما كتبيهش الفورمة ديالي و ادرت الشارف البيض ادوشت واحد شوية الرسيل و جبت شفاري قلت قلوس خفيف وهبط لقيت ماما لبسة قفطانها و بابا لابس جلابته قالت انه في السالة حتى ادخلت عليهم لقيتهم بجوجهم مخنزرين و يخموا ايو ادخلت و قلت لهم لم يحشمتوش قلتين في حلقة قلتين في قنازة و انتم لم تطلقوا البشرة ماما شيرت علي بمخدة و قلت لي اقعدوا بالله من الشيطان الراجين والله يتبعك لبلا ماذا لما قلت و ماذا لما تفعلت علينا قلت لبلا لا تقلقوا رأسكم و تقولوا ستتوحشوني ايو فرحوا انا ارمام زوجة عباد الله سنشوفه سافي لديها ابي ماشي مشكل غير نرى ان يشوفهم انا اخبرت لي قلت له سافي و أخا انا انا أخبرنا نتضاق الباب قالت ماما بابا نذهب للطفح الباب أردت فيها و قلت أنت أخرى لبيتك و قلت لها أخوة ها هي طلعت و قلت كان جريت الشرجم لربما انطل و يبني كل عرس و طلعت و وجدت غل برد و الناس دخلوا و قلتوا في السالون و مالهم زربانين مقعدين يبقى حتى قدام الباب و أنا بقى في الشرجم حتى زمعت الصغارية و وصلت على النبي و قلت أولي و شهدوا من نيتهم مدهيرين هذه الحالة و قلت أخيرا على شيئا و سأخبره أنا ممزودة و قلت أخبرت هذه الحالة و قلت صلاة الصخارة و قلت بسم الله يرزقني بالراجل الذي كانت منه أخواني و ملتزم راجل الدين بمعنى الكلمة يلا كملت ثلاثي و قلت لها و قلت لها أجيب أنت هبطي الناس سوف يتسنك و أريد أن يرى و قلت لها أمه لن أتزوج الخدار أبدا أمه تقي فيه لن أتزوجه و قلت لها أمه و قلت لها نار يمسخوطت الوالدين حفظتني هذه الكاسيتة عندك يستقرق ترى كيف يجاير و قلت لها أمي و قلت لها أمي و تتواصلك كاملين و تقول لها من نور الخلاق قلت لها أمي لا تزوج بهها لا تزوج به و أخيكم كمال سويديري قلت لها أمير كوزي أغلو أنا أريد إخواني فهمت؟ قلت لها أمي يهديك بنتي سأت هذا إخواني و أزوجته تبارك الله عليك أهبطي أهبطي بعد ذلك و نرى و هذه الساعة نهضره قلت لها أخي أمي أمي أنا أهبطة و أزوجت و أنا أهبطي لم أقلت نهائيا نهزه قلت لها السالة و أذهبت لها لأسلمت على أمي العريس كالتوم و أختم مريم و قلت لها الرجال السلام من بعيد قبل أن أرى أحدهم قلت و أنا أحش معنا و راسي في الأرض قلت لها راسي و أيني ويني قلت لها الموقف يا سادة يا كيرام أين ستجبهتك السوكينة قلت لها راسك و رأيي الخدار كيف داير و أنا لم أقدرت يا ربي لا تريد أنا لم أريد الخدار أريد الإخواني و أجدت فين نكملها حتى منطقته و قالت تبارك الله علي البنية الله يحفظها لكم الزين والدرافة الصواب والأخلاق الطيبة الله يحفظها لكم قلت لها ماما أمين يا ربي منطق أحمد بابة الخدار سي عبدالطيف سأعرف على جينا اليوم عندكم جينا أقبل بنتكم سوكينة لولدنا بنتك عجبتنا بثاف وولدنا عجبت سوكينة و قال لنا منها نخلاق و أريد أن تكمله دينو مديس كانت حق مع راسي و قالت قال لك نكمله دينو و السيد ما يصلي شقاع و أريد أن يكمل دينو يجب أن نصف الأولاني قلت لها بعدها على نصف الثاني قال لك منها نخلاق والله أموك حتى نحرر عليك العيشة غير بلاتي و أبوبا و قال له ما هي السحمد ما قلت يا عب ها هي البنت قدامك إذا تفهمت مع الولد أنا منزيدهم على الخير هذه الساعة نقذت كلتهم و قالت لماما أريد أن أريد ابنتكم لا يمكن أن تسمحوا له قال لها ماما مرحبا بي الله أريد أريد أن تفهموا و هذه الساعة لبسلوها نحن لبسوها قال لي يا ماما أبنت سوكينة؟ هادري مع الولد قلت لها واخا ماما أخرج من الصالة و أذهبت لأحد الصالة و أسمعها صغيرة و أعريس الغفلة كان سابعني من اللور و أسمع الضحكة و أنا أقول زيد زيد والله ستنحرر على أبوك العيشة يا سيدي يا ربي ماذا كان هذا الخدار؟ و أنا أريد أن أخواني يا سيدي يا ربي و السيد كان يتكارشخ عليها بالضحك من المورايا ثم قلت قاولي كيف لا يكون هذا المسخوط الوالدين كيف تصنط عليها و لكن أنا كنت أضرب الجهد و أنا أضربها بسقلة و دخلت هذه الساعة لديها الباب كيف دخلت دخل من المورايا الخدار و هو يسد الباب هزيت راسي و قدرت معه و أنا معصبة و مصدومة و قلت له لم تسجل و أنا تزيزن و قلت كنشوف فيه و مصدومة قلت له هزيت ري مالك قلت له الباب حرام حرام تسده قلت له عارف بأن الباب حرام نسده عارف أنني لا أريد أن أكون قلسة أنا و إياك في بلصة واحدة بدون محرام و عارف هذه الهزيرة كاملة سيد بدأ يهتر و أنا بقيت غيساهية قلت له و سوكينة و كيف أنت معي كيف مشيتي قلت له أم محسين أه محسين كيف مش أنت هو الخدار بدك يضحك و قال لي يا للا سهل و بسيطة كن خليتي غيبابا يهضر لك عليا و يعود لك شوية كنت ستعرفي بأنني اسمتي محسين و كنتي الخدار ماشي المهنة دي الخدار و كيف فهمت دابا قلت له أه للا أه أه ماذا كنت دابا قال لي أنا خدار و عضو من فرقة الإنشاد عمري 24 سنة و إخواني يا للا من الفوق بقى شي حاجة أخرى نقصة قلت له دابا هذا الخدار ماذا كنية قال لي يا أيه كنيتي و قفت آخر بيها قلت له مزيان و بديس كنت حك قلت له ما قلسي أنا نحيز بالوقفة قلت له واخا ايو قلست و جا قدامي و قلت له ما موافقة زوجي بيها و شفت فيه و قلت له لماذا خسرتني أنا بالضبط قلت له قلت له ببساطة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربح لجمالها ومالها ونسبها ودينها قلت له ولكن أنا ماشي شي زوينة و ماشي شي ميسورة قلت الناسب أرى الأب ديالي على قد الحال قال لي هات الشي كامل ماشي مهم و أهم حاجة هي الدين لأنه كيجي في المرتبة الرابعة من بعد ما كيمشي الزين و المال و النسب و أهم حاجة اللي كتبقى مع الواحد حياته كاملة هي الأخلاق و الدين قلت له و دا با فهمت ايه وش تيلة جبانة بغتو إخواني و ما بغتوش خدار بدك يضحك و قال لي ههو وجك إخواني و خدار من الفوق ما زال قريدة باش نوال الله قابلة قدرت عيني و قلت له اه قابلة ايه و اسمعيني مزيان من اليوم ركي خطيبتي و انت عارفة في الدين و اخي خطيبتي ممكن لي لنقيصك لنهضر معك انا ما بقيتش قادر نصبر فهذا الشيء لاشي دا كان ممكن و بغيتي نديروا لك في هذا اليوم و شهدك الساعة و اللي مرت و حلالي حضرت رأسي و اسكت قلت له و دا بجنو موافقة و لا قلت له اه موافقة قلت له اه موافقة قلت له سافي غسير و انا تابعك ايه و امشى و انا من مورع قلت له اه موافقة و قلت له ام انترى والدي ايه و كاير قالوا اصلي عن بي امي امتي ايو بدتك تصلي عن بي و امم تصغرت من مراه و بابا قالوا من اليوم اراك والدي و لم تجد حسير منك البنت قلت له امي معنا و هذه الساعة كانوا يقلسوا و امم بدتك تربية في الطبلة و تم بكروا تتافقوا على الامور كاملة الامور دريف صداق و امسا سيقوموا باستخدروا الحرص و من بعد كانوا امشوا و بقيت غلسة انا و ماما و بابا و قلت لي يا ماما ام شي ابنتي يم اصغارك جزء عندك و انت يخارج اقلمي ليه قلت له ماما المكتب هو هذا و هذا ما يكتب لي صداقي قال لي يا بابا الحمد لله موحسين و الناس قال لي اجي يا ابا عين كنت تقول لي خدار قال لي الانت نعم انا مجرد لي غسة الخدار لا كنت عظيته عنه بسميته قلت له اه اه احكك وأنا كنت احبب لي انه خدار يا نودي نودي الله يمسخك يا اماما قلت لي اكملتي ونودي تعاونه على الشقة يا اماما قلت لك ان نتعاون معك على الشقة انا النهار نهاري ولم يجب ان نضيف المبارد هزت السندالة وقلت لي ان نودي قدامي نجمع وهاد الروينة ونجب ان تفهم معك والله هيلة السيدة مزوجة بالإخواني ولم يريد أن نودي معي الدار اماما قلت جري وقلت حويجاتي ولبست بيجانتي ونزلت عنده وانا فرحانة وقلت ان نجمعه ونغني وما تقولي يا الله يمسخك ورأى زوجي بأخواني ام انتعاوني وقلت لا شيء بعدها وقلت لك بارحة عندما تريدون الخدار وقلت لك امامي على هذا الخدار وليس فارس احلامي وملايك المش Laura وقلت له يا امامي ويستمر مرة يب港ى في الجامعة وكان يى جبني ويفجت الفكعانة مندت باسم وقلت لك لماذا وليس كنت اسببتك ماذا استطيعوني أليأش أمور سرية ما بين الراجل و مراته تنظرت فيها و قلت لي يا الله يرزقني السبار معك ماذا انت يا؟ لا تنظر رجلك هذه العين قبل أن تزوجي والأسف ما لم أسكت أجدني أنا أصلا هدر أصلا أنا في يدوي والذي دار بني دار بني على الهدرة بقيت هكا نحتاج معت هذه الدار و من بعد كنت قلت لبيتي وبقينا هكا هكا هذه الأربعيان حتى جاء النهار لدريب الصداق قلت بكري ومشيت الحمام ومن مورها مشيت السالون درت واحد الماكياج خفيف و صيبت شعري رجعت للدار و لبست خشيتها ديالي فحت زررق بارد و قلت الشال وهبط لقيت محسين غالس و محاجوش ديال رجال لابسين جلالب و قلت لهم أبي والأب ديال محسين دخلت و قلت لهم السلام عليكم و كنت قلت لهم أبي سنيت على العقد؟ نعم يا سادة سنيت واليومة و قلت مرت الراجل و ليس أي راجل محسين الإخواني الراجل الذي تمنيته حياتي كاملة و أخرج من الصالة التي كانوا قلت فيها و لمشيت نيشة للصالة التي قلت فيها العيالات سلمت عليهم و قلت و كانوا طلقين الأمدح و جاءت النقاشة و نقشت لي و بدأوا يدوروا بسواني و الطباسة الحلوة و طلقين البخور نعم يا للا و أبقيت قلصة و ساعة و كنت قلت لهم و كنت قلت بصحة شيء يوقع و لغي كان حلم أبقيت هكاك حتى كانت عندي أمال و قلت لي اختي سكينة محسين كيت سنك في بيتك قلت لها و أخا و أخرج كنجري و طلعت بالحنة ديالي و قشرتين جرجرة بغيت نهزها و لم أقدرت خفت لها نوصها و قلبي كان نحس به كي يزدح و فرحانة بثاف حتى و أخيرا سنرى محسين و تتوحشوا بثاف ربعي يام ما شفت و لم أقدرت معه و طلعت البيت و ضقت و لم أحلي شيء واحد حليت الباب بالمرفق ديالي و كيف دخلت و يعنقني و قلت لي و أخيرا و قلتي مرتي و حلالي و اخيرا و قلت له و أخيرا و سأأخبر بكم و اخيرا نغيبي و قبل أن وطلعت و قلت مع بابك و قلت له و اخاهاك و انت لماذا أريدك و قال لي اريدك لمتاوش معي و قال له و اخاهاك و لكن نعلمش به و لا تبقى له و أحد أكبر يجبني توزي على عفاقك و تمام الشفا و قال لي و أخاها و كيف لم تغيتي و لكن بشرط و قال لي و حاولك و ماذا أخيرا أنا خائف تكوني قرعة وكاد باعلي قلت لك ماذا؟ قرعة؟ له ليحيك يا ولد الناس شعري سوف أصبح يحطل الخسر جالي قلت لك وقرأ نرى قلت له حرام قلت لك أنت حماقتي أنا كم مرت يا سافي حيدي الزيف قلت لك أنت حشم لا نستطيع لا نستطيع شعري قلت لك قلت لك دبيت حيدي ينحيد لك أنا أنا يلا سأخرج من البيت ونجري قلت لك لد المكان سعري سعري السيد حال في أمه وكيد أن يكون قدر يحضر وكنت حضرت رأسي ونزلت مع الدرج وقلت مع أمي في الدرج وقلت لك قلت لك قلت لها أمي ويدي أياها لهم الحنة ولم يستطيع أن نصيب وقلت لك قلت لك لا شيء مشكلة بنتي سوف يتحق بحالك الرجال كامل يخرجوا وقلوا الأمي وقلت لك يا ابنتي غسل يديك و اعجيت غداي را قربنا اضعه الغداء ادخلت باش نغسل يديك وهو يتبعني محسين عزيت عينيه في المرايا ولقيته مرايا يالله كنت بغنسلت وهو يشدني من يديك وقال ليه فين غادة قلت له طلقني غيشوف ناشي حد قال لي باشي مازال ممتيقاش راكي مرتي وعادي قال لي باش نبغيتش قال لي بغت نقول ليك ما كنت متوقعك تكوني في حال هكا ويكون شعرك هكا تبارك الله غزالة قال لي يالله قلت لي يا قرعة قال لي ويلي قلت القرعة انا يا اختي اللي قرعة ففي ذلك اللحظة كنت اخته وقلت له اهايهاي على أخي محسين سيد حشم و انا كنت ثلاثة ومشيت البيت المهم داز هذا النهار غزال ومن بعد كنا تفرقنا وهذه السيمنة كاملة كنا نوجده لكي نديره الهرس ومحسين كان قاعدت لي كل شيئا ويبقى يحضر معي لا يكدب لكم كنت فرحانة بثاف وحسنت الله وشكرته حتى ذلك اللي تمنيته وهو اللي لقيت ابادت هذه السيمنة طائرة واليوم العرس فقط بكري توضيت وصليت الفجر والصبح طلبت الله والبسق فتاني بالسلحام وانا كنوضع في دارنا حتى هذه اخر مرة سنرجع لها ان شاء الله وانا يديها في الدراج لي ونأتي عندهم كضيفة وصافية عندما خرجت لقيت ماما عند الباب هي وابي والعائلة كاملة وانا بدأت كنبكي مسحت دموعي واركبت في الطموبيل ومشينا نيشا للسالون قدتني الكوفورة وثلاث قوقة اعيني الحاسود في هاود وهذه كنت اول مرة ندير ماكياج ليكون تقيل ونشوف راسي في حلاكك البسق فتان خضر ودارت لي النقافة وشال غطت لي بيه وجهي بالشبكة خفيفة كان في اللون دي الباش خرجت من الباب نيشان واركبت في الطموبيل ومشينا القاعة وقفت الطموبيل عند الباب هبطت من الطموبيل وكل شي بدأ يزغرت ويصلي عن بي لقيت عمارية كبيرة عند الباب طلعت ليها وجهوا الحائلة يصوروا معي هزوني ودخلوني القاعة وانا كنت اضع باي باي على اغنيات زغرتوا يا البنات هاي العروساجات من بعد هبتوني وقلست في البرزة كانت كبيرة وفنا بزاف كانت في البيض ومتروزة بالباش لقيت نقاسة قالسة وكتسناني ومع اهل نوازم دينا وقلست ونقشت ليها والناس كانوا محيحين قدامي محسين ما بانش لي في القاعة اكيد انه الاخوان يا سادة شوية كان جاء باش تصور معايا تنقيش اون بعد كانوا حيدوه ليها وخرج شو لبست كشيتها البيضة دخلني محسين وتصور معايا وخرج شاني وبقينا هكاك لبسة مورة لبسة حتى وصلنا لبسة البيضة اي لاغوب كيف شفى محسين كحر بالعمال الضلمة وقالي يا هادي والله ما تلبسيها شو بس فيه و قلت له اخرى معليك قل اي كال انت ليك تتقلب على اخواني والاخواني مغي خلكش لبسيها واش انت مستيه بغت خرج لي هكا عريانا قلت له كيني نغي العيالات قل اي وكين الكاميرا وكيني نتصور ويقدرش واحد يشوفك هكا ولا هكا واني يالله بغت نبكي شافيها وش دلي في ديها وقال لي ماشي مشكل اذا بغتت لبسيها لبسيها ولكن اللبسي فوق منه السلحام هكذا ما غيبه فيها قال لي تسوقيش حدرت رأسي وقالت سري انا انا اللي بغي تراجع الاخواني قال لي وخضر من الفوق بدي اسكانت حكه قل باسافي اي واسافي ما نخصرش نهارنا مشكلة في حال هذا غري اسمعين يا الهبيلة انني احبك في الله اي 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 هذا من على ما انا اي هذا وقلينا التمر ولبسنا الخواتم وتصورنا وتصورات معنا العائلة وداز هدك العرص الغزال خرجنا من تماما بالبكا ومحسين شد لي الفيديها اي وركبنا وانا الطرخ كامل وانا كان بكي محسين يشوف فيي ويدحك ويقول اذا اريد ان اعرف ماذا تبكي لا تشعر بي لان اخر شيء من داركم وخليتي عائلتك بوحدهم ماما شكون سيعاونها فشقة توحجتهم سوف يرجعنا عندهم دعبة واجت فين نكملها حتى نوقف وقلت له ماذا تبكي قلت لك انترجعي لداركم ها انا سوف ارجعك قلت له لا افهمتني بدأك يضحك وقلت لها بطيع المصيبة سوف يصلنا لدارنا اين دار؟ قلت لدي انا ويك يا الهبيلة ايو تماما اضحك نزلت انا وياه ودخلنا كان دار صغير وروز بنا وحسين شد لي ايدي وفاسهم وقلت لي احمد الله وشكره على زوجة في حالك انت انا اضحكت ولملقيت ما اقول لي لقد قادرت لي كاملة في هذه اللحظة احسس براسي حسب ديسكان بكي شفية وقل يا ملكي كتبكي ايك ما فيك الجوع قلت له لا قليلا تفكر انه لم تصل للمغرب للعشة شفية وخنزر وقل يا ايك يا الجنية منهر الوط اللفتين على ديني هذا يبغي اخواني نتعاون انا وياه صليتي قلت له لو لا ما صليت ايوه هذه الساعة اخدنا توضينا وحطينا الزرابي وقلت من المرح وقلت الوطنة المغرب للعشة هذه الساعة كنت نتعاوني قلت له كيف تقوم بها الشريفة وقلت له كيف يقوم بها وقلت له كيف يقوم بها قلت له كيف يقوم بها وقلت له دعاء للزواج حضرت راسي وحشمت اوه كنت وقلت وقلت بها وصوته في هذه المرة كان في شيئ يشكل لحميك كامل بورشايلية وحسيس بوحطه معنينة عمرني حسيس بها في حياتي فسلينا هاتو جوجرقعات حيث يدعوا على جبهتي ودر الدهاء دي الليلة الدخلة واحدة هنا يا البنات لا نستطيع أن نزيد نحاول لكم اهم حاجة ان كل شي بخير على خير والغد لي كانوا جابوين الفطر تحكنا ومنشطنا ومن مراهة عشانا ومحسين في دار واحدة نهار كامل بين الدار والجامعة كنت أحفظ القرآن وفي الليل كنت أستظهره لي وكان كيصح لي الأخطاء نبقى نهاكك حتى كان هذا عام وفي هذا العام قدرت أني نخصم فيه القرآن وحسين فرح بيه بثاف ودليح فلة كبيرة وفي هذا النهار بالضبط كنت تهربت أحد الخبر الذي يزاد فرحني كثير وهو أني حاملة فجلتها ليهتر بالفرحة وكل شي كان فرحني وفي خرج الناس هذا النهار كان جاء عندي وقال إذا بنتي حاملة وهذا الوليد والبنية أكيد سيعمر عليك حياتك وما ستبقى السوق لي حتى أنا سأرى شمراء اللي تعمر عليها حياتي ومنحش بالمال قلت له أها زيد قلت له انتراك يا أرفا شرع حللين أربعة قلت له شنو 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 عود ثاني مسمعتش كيفاش قل يا وراه الدين فوق من كل شي سوكينة ستزوج بربعة لم يبقوا فيك هذو البنات اللي باقين بالزواج سأرى شرع ونطبق هذا ما قالنا الله قالوا محسين ماذا تدعو مني او لك تتحكي لي كيفاش ترى ماذا ترى الضحك أنا لم أبدأ تكلبك وقلت له محسين أعفك لا تكون لي هذلت لك تعصبني وانت أعرف إذا دخلت بيناتنا سيكون شي سيخسر وإذا حاجة ستبقى كما كانت وكن مؤكد أنا كما أمرك ستبقى ترى أنا أعلمتك جاء ومسح اليد موعي وكل يوم أنت يا حبيلة عارفاني أنا نقدر نديرها ونخليك أنا سأبغيك وكان بغيك بثاف ضحكت وقلت له هكاك المرة الجاية تعودها نقطع أخويا لسانه نتمنح له وأنا كرحمة الله ونشكره له هذا النعمة العطاني ومن ثم عايشة مع حياة اللي نتمنها لكل حبيبة ولتبنتي شمس اللي عنده دبت للسنين يا رب يصلح لي ويصلح لكم وليداتكم ويبعد عليكم ولد الحرم يا ربي المهمة البنات عايت لي يا محسين وقال لي يا الله رحنا تعطلنا قلت له بالله نضغل برقعة لي وهنا جاية قلت النقاب دغية وهذه الساعة كنت نزلت النقاب قلت من مورة مختمة القرآن نزلنا ومشينا نيشا ندخلت وقلبتني وتمكنت فرحاتني وقلت لي أنني عندي وليد الفرحة لي لا تصف حتى هذا الشيء كامل الذي تطلبت الله أعطاه لي أنا اليوم فرحانة حتى قلت سوكينة مرت الخدار مرت محسين الخدار أمت الشمس الخدار ويعقوب الخدار العائلة هي أغلى ما أملك يا ربي تحفظهم لي وأحفظ لكم عائلاتكم ويرزقكم يا ربي السعادة والفرحة التي تتمنىها وهنا سالة حكاية سوكينة ومحسين أتمنى تعجبكم وتنرد رضاكم وأنا لم أبقى لي إلا أقول لكم ما أتخذت بكم كانت معكم شهرة زاد التي تحمق وتموت عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر